تاني كده مرجعة سريعة لللي احنا قلناه بالنسبة لقيمة مشتريات رمضان ارجوكو ارجوكو ما ناخدش بعضنا ونقوم طالعين على السوبر ماركت بفلوس قد كده ونجيب كل حاجة نشوفها عجبانة ده مش اسلوب ابدا للحياة ده حرام خليكو كده زي الاجانب بتشوفوا الاجانب بيشتروا ازاي الاجانب بيدخولوا السوبر ماركت يشتروا تفاحة على فكرة ما بيكسفوش يشتري ورك فرخة هو ده اللي هي محتاجة ليه لازم تشتري فرخة كاملة وهي محتاجة الورك بس مسلا انا بضرب مثال طبعا انا عارفة ان اي اسرة مش هتحتاج ورك يعني اكيد انا بس بضرب مثال عشوائي فقبل ما نروح نشتري اي طلبات محتاجين نعمل قيمة القيمة دي بتخلينا نسيطر على نفسنا شوية عشان ما بندخلش في الموضوع اي ان انا ماشية ايدي بتلم كل حاجة عجباني لا انا ماشية بقيمة هي اللي انا محتاجيها وهي اللي انا حاجبها ومش هخرج عنها هخرج طبعا باستثناءات بسيطة جدا شفت حاجة كده مميزة عجبتني اوكي حاجبها شفت حاجة جديدة نازل السوق عايز اجربها تمام ما عنديش اعتراض لكن انا في الاخر ملتزمة في المجمل بالقيمة بتاعتي والقيمة دي بتتعمل بناء على ايه بناء على اللي انا لقيته موجود عندي في الفريزر بناء على اللي انا لقيته موجود عندي في التلاجة بناء على اللي انا لقيته موجود عندي في الدواليب في الخزين بناء على اللي انا لقيته موجود عندي في كل حاجة متعلقة بالعطارة بناء على كل الحاجات دي بشوف ايه النواقص والحاجات اللي محتاجة تكملها في الكميات واعمل لستة بيها ببدي دايما الأولويات وبخلي الرفاهيات للآخر مامشيش بالعكس أبدأ بالأولويات وبحدد أنا ميزانيتي الشهر ده هتسمح أن أنا جيب مثلا المبلغ ده لحوم وقسمه بقى على لحمة وفراخ وسمك وبط أي إن كان بقى اللي أنا بحبه يعني هقسمه على حسب الميزانية دي أساسيات خزين البيت اتكلمنا فيها شوية التوابل البسيطة اللي اتكلمنا فيها سبع بهرات ملح فلفل جسط الطيب كمون إرفل الحاجات دي ممكن تمشيني عادي جدا ممكن بس ورق لورة عشان لما يجيسلق اللحوم طيب الخضار بنجيبه بالأسبوع مثلا مش هينفع نجيبه بالشهر طبعا من أساسيات خزين البيت رز مكارونا شعرية لسان عصفور سمنة زيت زبدة ممكن نستخدم عن زيت الزتون سكر شاي دقيق نشا بقسمات عشان الحاجات الباني ايه تاني يسارة جبن طبعا محتاجين جبن في التلاجة محتاجين فول محتاجين تونة للأيام اللي ما فيش فيها ميزانية كبيرة أو يفعيل بالتونة كده ونعمل صلط التونة بالمكارونا تبقى لطيفة ناكل ومعاها حاجة خفيفة يبقى تمام شوية بطاطس مقلية ولا حاجة وخلاص والمشتريات من مواد التنظيف اتكلمنا برضو فيها وتكلمنا كل واحد على حسب حياته بتتحدد أولوياته تاني بأكد على الكلمة دي تاني اللي أنا بقوله ده هي نظرية عامة لكن حضرتك وحضرتك بيتكم هو اللي بيحدد أولوياتكم ايه في بيت ما يقدرش يعيش من غير لحوم كل يوم عايزين تحطوها أولوية على عيني وراسي ما عنديش مشكلة في ناس ممكن تستغنى عن اللحوم تماما مرة ولا مرتين في الأسبوع بالنسبة لها كفاية تمام يبقى الناس دي حيكون أولويات ليها حاجات تانية في ناس ما تقدرش تكمبرمايز أبدا في مواد التنظيف بتبقى بالنسبة لها مهمة قوي فالناس دي حتديها جزء من الميزانية لا يضحى بيه في ناس ما عندهاش مشكلة تستغنى عن التواب الخالص فبرضو اللي أنا بقوله ده كله يخضع لزوء حضراتكم الشخصي أتمنى أكون في التكم أتمنى أكون نفعتكم مستعدة للإجابة طبعا على أي أسئلة على صفحة القناة PNC Panorama Food وعلى صفحات الشخصية صارع عبدالسلام بالعربي وبالإنجليزي هي صفحاتي الوحيدة على الفيسبوك يا جماعة وأكاونت الإنستجرام بتاعي دايما بتنزل عليه لايف ده هو الوحيد برضو اللي يخصني مفيش أي أكاونت تاني يخصني بجاوب على كل أسئلتكم بقدر الإمكان لو تأخرت في الإجابة على حد ما يزعلش مني بيبقى غاضب عني لظروف الشغل مش أكتر وقلولي أنتوا محتاجين تشوفوا مننا إيه تاني في الحلقات دي محتاجين تعرفوا مننا إيه تاني في الحلقات دي وبأكد تاني على الميزانيته تسمح تبعا نيجيب يميش رمضان يدلع نفسه شوية بلح ومشمشية وقراسية ويتين وشوية تشكيلة مكسرات كده ما تنسوش في خزين رمضان أنا كنت بتكلم بصفة عما بس في رمضان كمان محتاجين نزود على التلاجة كونافة محتاجين سميت عشان نعمل بسبوسة محتاجين شوية عجينة قطايف ممكن القطايف دي نحشيها أي حاجة حتى لو حشناها فول سوداني هتبقى حلوة مش لازم نحشيها بأغلى مكسرات في العالم فول سوداني وزبيب مع شوية قرفة ومية وردة كده ونحشيها بيهم هتبقى جميلة جدا محتاجين في رمضان أنا حقول بس مالحوظات رمضان نزود شوية في خزين السكر عشان عندنا حلويات كتير وشربات كتير حيستهلك سكر كتير محتاجين نزود في خزين الحليب علشان عندنا لبن بالطمر كل يوم على الفطار محتاجين نزود في خزين الزيت شوية عشان عندنا مقليات كتير في رمضان نفس الكلام حينطبق على السمنة خصوة إن احنا في آخر رمضان هنبقى بنعمل حاجة العيد فهنستهلك سمنة وزبدة كتير فمحتاجين بصفة عامة نزود شوية يعني استهلاكنا الطبيعي تحسبا لكل العزومات لكن مش أكتر من كده محتاجين نحط في الاعتبار إن دايماً يبقى عندنا شعرية ولسان عصفور عشان المشربات مكارونات من اللي هي الصغانطوطة خلص بتاعت الشربة دي دي مهمة جداً بالنسبالي فكل حاجة في رمضان حتبقى هي هي في أي من العادية باستثناء اليميش باستثناء الكنافة باستثناء جلاش عشان نعمل جلاش حلو وقطايف وباستثناء إن احنا بنزود في الكميات حبة بسيطة ضروري جداً يكون عندي فول يا إما حجيب العلب يا إما حدمس وشيل في الفريزر للصحور ضروري جداً يكون عندي جبن خفيفة من اللي ما بتعطش يعني ماملاش التلاجة جبنا رومي لا خالص رمضان عايزين جبنا بيضة جبنا بيضة من الملحاها خفيفة وجبنا بيضة قريش عشان لما نتصحر بيها ما نبقاش ميتين عطش اليوم التاني محتاجين نهتم بالعصاير فعايزين تخزنوا فاكها يلا الفراولة موجودة خزنوا فراولة خزنوا جوافة خزنوا بقى أي حاجة أنتوا عايزين تخزنوها تتعامل عصير مفيش مشكلة بودرة سوبيا خروب عرقسوس كل دي تقدر تتعامل بكميات ومركزة وتتشال في التلاجة هخصص لها حلقة الأسبوع الجاي إن شاء الله وتقدروا تستخدموها طول رمضان يا رب أكون فتكم إن شاء الله وأشوفكم بإذن الله على خير في حلقة جديدة من سنة قولة طبخ بكرة أشوفكم فراعيت الله ومع السلامة